هنتعرف على حقيقة الخلاف بين الفنان محمود عبد العزيز والفنان عاد الإمام وهل كان هناك صراع بينهما؟ الفنان محمود عبد العزيز والفنان عاد الإمام اجتمعوا مع بعض في أكتر من عمل فني زي فيلم عيب يلولو وشباب يرقص فوق النار فهما الاثنين كوميديان وخفت دمهم جمدة جدا والغريبة أن أبرز أدوار محمود عبد العزيز كانت معروضة في الأول على عاد الإمام ورفضها علشان تروح لمحمود عبد العزيز زي مسلسل رقفة الهجان اللي رفضوا عاد الإمام وأدى دوره محمود عبد العزيز بكل براعة ده غير دور الشيخ حسني في فيلم الكيت كات برضو اتعرض على عاد الإمام ورفضه وتم إسناد الدور للفنان محمود عبد العزيز وأخذ العديد من الجوائز على هذا الدور أما عن فيلم سوق المتعة الذي قنتك سنة 2000 فرشح المخرج شريف عرفة الفنان عاد الإمام لأداء دور البطولة ولكن المنتج رفض وأصر على محمود عبد العزيز لأداء الدور فما كان رد من شريف عرفة إلا الانسحاب من الفيلم علشان يقوم المخرج سمير سيف بإخراجه بدلا منه وفيلم حسن ومرقص برضو كان المفروض أن الدورين يبقى لمحمود عبد العزيز وعاد الإمام ولكن اعترض محمود عبد العزيز كان على كاتب العمل اللي هو يوسف معاطي اللي وصفه بالكاتب الملاكي لعاد الإمام وتم إسناد الدور للفنان عمر الشريف ترجمة نانسي قنقر